السؤال الأول الفقرة الثانية أعطاك ثلاث مصفوفات طلب إه زائد ثلاثة بي ناقص اثنين سي إذن نحن نكتب الإه أولا الذي ثلاثة اثنين أربعة سالب واحد واحد واثنين زائد ثلاثة في بي من هي البي واحد اثنين اثنين سالب واحد واحد ثلاثة بعد ناقص اثنين في سي من هي السي اثنين ثلاثة سالب واحد صفر خمسة واحد نبدأ بعملية الضرب ثم بعد ذلك نجمع المصفوفات إذن هذه كما هي ثلاثة اثنين اربعة سالب واحد واحد اثنين زائد ثلاثة في واحد ثلاثة هذه قاعدة ضرب أي عدد في أي مصفوفة نضرب هذا العنصر في جميع عناصر مصفوفة ثلاثة في اثنين ستة ثلاثة في اثنين ستة ثلاثة في سالب واحد سالب ثلاثة ثلاثة في واحد بثلاثة ثلاثة في ثلاثة بتسعة ناقص نضرب كل عنصر من هنا في جميع عناصر مصفوفة ثلاثة في يمعننا المصفوفة ثلاثة ناقص العنصر الأول من هنا أربعة ثم نأتي للثاني الثاني مع الثاني مع الثاني أربعة من هنا مع ستة من هنا ناقص ستة ثم الثالث مع الثالث مع الثالث واحد زائد ستة ناقص سالب اثنين واحد زائد ستة ناقص سالب اثنين الآن نأتي للذي تحت الأول مع الأول 2 ناقص لأنها زائد زائد موجب في سالب بسالب 3 وهنا ناقص صفر الثاني مع الثاني مع الثاني الثاني من هنا سالب 1 الثاني من هنا موجب 3 الثاني من هنا سالب 10 لأنه سالب موجب إيش سالب وبعدين الثالث مع الثالث مع الثالث 2 زائد 9 ناقص من هنا 2 نجمع الآن الأعداد 3 و 3 6 6 ناقص 4 ب2 هنا 6 ناقص 6 بصفر 4 الباقية وهنا 1 زائد 6 7 وهنا سالب في سالب بموجب 2 إذن 1 و 6 7 7 و 2 9 نأتي لصففة سفلة 2 ناقص 3 سالب 1 لأن هذا صفر هنا سالب 1 وسالب 10 سالب 11 وموجب 3 سالب 8 إشارة الكبير هنا 2 ناقص 2 بصفر يبقى 9 هذا هو ناتج حاصل جمع إه زائد 3 بي ناقص 2 السؤال الأول الفقرة الثالثة المطلوب إكمال عناصر مصوفة لكي تكون متماثلة تذكر متى تكون المصوفة متماثلة إذا كانت العناصر حول القطر الرئيسي متساوية يعني هنا سالب 8 إذن لازم يكون هذا سالب 8 هنا 12 إذن لازم يكون هذا 12 هنا سالب 4 إذن لازم يكون هذا سالب 4 وبهذا تكون المصوفة الآن متماثلة حول القطر الرئيسي ترجمة نانسي قنقر